سلمة دائماً منحكي عن مفاهيم كثير مهمة بحياتنا اليومية وهو مفهوم التطوير، الإدارة وحتى الإبداع هاي المفاهيم اليوم يمكن هي مفاتيح تطوير وتنمية الاقتصاد في قطاعات مختلفة رغم الظروف المالية الخانقة يلي فرضتها أوجه الحرب الاقتصادية على بلدنا وهو ما يسعى له مركز تنمية الاستثمارات الدولية إلى تحقيقه عبر تعزيز الروح التشاركية بين القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات عن فكرة المركز الهدف وشو رح يحقق هذا المركز رغم العقوبات التي توجهها سوريا رح نتعرف عن هذا الموضوع مع ضيفتها الدكتورة فاتن نظام أمين سير مركز تنمية الاستثمارات الدولية سعد صباحك وأهلا وسأل فيك دكتورة سعد صباحكم، صباح الورد صباح الخير دكتورة فاتن بالبداية خلينا نحكي أكثر عن فكرة مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية من وين جاء وأهدافه أول شيء هي الفكرة هي صاحبه وسيده هو سيد الوطن رئيس دكتور بشار الأساد يلي هو من منهجه وفكره وحتى برنامجه الرئاسي بعام الألفين يلي هو قام على موضوع التطوير والإصلاح والتنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية حقيقة أن نحن كقطاع خاص رديف سمدينا قوتنا من هذا المنهج يعني نحن نشتغل على موضوع كلمة الإصلاح يلي هو دائما نحن فيه بكل مكان أو موضوع أحيانا بيكون عنا عجز فنحن نستعين بمطور لإزالة هذا العجز وبالإضافة إلى تحسين الأداء هنشتغل على موضوع يلي هو الإصلاح بالطريقة الصحيحة يلي مثلا أحيانا عندك سيارة أنت مثلا تعطلت فأنت بحاجة للشخص يصلحها ولكن وين النقطة والأساسية هو أنت تجيبه متخصص بموضوع الإصلاح التنمية الإدارية حيكون في عنا استعانة بمدربين بباحثين حنشتغل على وضع برامج جديدة بنوع الزيادة أو تنمية الأداء الإداري بشكل صحيح وحيكون في عنا مكتبة مكتبة من نوع السيديات بأي شخص إدران أو هو قادر أنه يطور حاله ذاتيا من خلال السيديات بالطريقة السليمة أما بوصلها لعا التنمية الاقتصادية تنمية الاقتصادية أنهم بدي ألجأ حقيقة للشباب وأنا بدي أوجه أن نحن اتجاهنا لهذه الفئة اللي هي بحاجة أن نحن نسمع لها بدي أشوف أنا مشاكلها بدي أشوف آراءها بدي أعطيها حلول دائما الحلول لازم تكون ضمن قدراته وطاقاته لهذه الشباب يعني حقيقة أننا سوريا غنية بالموارد البشرية يعني نحن كل متعرفة عنها وحتى غنية بالعقول البشرية اللي موجودة عنها ولكن نحن توقفنا موضوع العجز أحيانا أنه تكون بعكس القدرات والإمكانيات فنحن نستعمل على استثمار هذه الطاقات والإمكانيات ستعمل على نوع من زيادة بالإنتاجية لزيادة الدخل أما هدفنا هدفنا من هذا المركز هو عبارة عن تحويل الحرفي المهني التجاري الصناعي الزراعي أي شخص إلى مستثمر وهي النقطة الأساسية من مركز سنمية الاستثمارات السورية الدولية أنا كل شخص أبدي حوله لمستثمر بمجاله ولكن بأفق جدد جديدة بمفاهيم جديدة ببرامج تنموية جديدة لأنه المركز هو برامج هو يقوم على البرامج التنموية فنحن نشتغل على هذه الاستثمارات حاملة حجم مع كل هذه القطاعات بمختلفة ضمن خارطة توزية للإستثمارات الموجودة عندنا نكون نحن صريحين نحن ما في عندي قطاع هلا بأي قطاع يمكن سماعي تجاري أو بأي شي عنده خارطة استثمار حقيقية فنحن هنتواصل مع كل الهيئات التخطيط مع الاستثمارات مع كل الجهات الاقتصادية بدي اتوصل أنا وياهم لوضع حلول ورؤية أنا أقدر حقيقتان مو بس بدي حط رؤية ولا بدي حط خطة أنا بدي اشتغل على آلية التنفيذ وهذا المبدأ الأساسي والهدف أنه أنا بدي لعي آلية التنفيذ اللي هي تتناسب معها القدرات والإمكانيات لأنا أقدر طلع الشيء الأفضل وبنتيجة أفضل لأننا بحاجة لهذه النتيجة صرنا يعني اليوم لدينا قدرات وإمكانيات كثير كبيرة في المجتمع السوري يمكن هي بحاجة لتوحيد الجهود والتكاتف لحتى تكون بالشكل الأمثل والصحيح اليوم دور المركز محليا خلينا نتوسع في لحتى يمكن نقدر نوصل هذه المعلومة لكل الأشخاص اللي اليوم عم يعرفوا عن هذا المشروع هاي هو حياتا نحن بالنسبة للمركز محليا نحن في عنا باقة خلينا نقول باقة من الإستثمارات باقة اللي هي حيكون في عنا التعاون بكل المراكز لكل القطاعات هذا المركز حيكون عم يتعاون مع الكل بأنه أنا بدي أشتغل على استثمار أو تنمية استثمار الإدارات لما ناخد نحن كل الهوى فابدي أحكي كل القطاعات فأنا بس هاحكي عن القطاع خلينا نقول قطاع زراعي أنا شو بدي بالقطاع الزراعي كيف أنا بدي نمي نحن بلد منتج صحيح بس نحن في عنا إدارة الآلية اللي أنا بدي أشتغل عليها فنحن حنحط خارطة تنمية زراعية أنا بدي أشوف شو عندي المادة اللي هي أنا بدي أشتغل عليها بالنسبة مثلا لزراعات النوعية تمام بدي أشتغل على زراعات المبكرة اللي أنا بدي أوصل لمرحلة أنه أنا بدي أشتغل على أنه إزراع المصدر وليس توزيع أو تصدير المحاصيل يعني أنا بدي أشوف شو هي احتياجات الأشخاص نحن شو بدنا هذا الأساس بهوة بالخارطة اللي أنا بدي أشتغل عليها وبالي في عندي بكل القطاعات يعني مثلا خلينا نحكي على القطاع التعليمي القطاع التعليمي اللي هو نحن بحاجة أنه أنت أول شيء تأمني فرص عمل صحيح؟ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة حيكون في آلية معينة فحلكم في خارطة لهذا الموضوع عن طريق المركز وبهذا القطاع يلي هو حنشتغل بموضوع التشاركية بالموضوع وحتى النقطة الأساسية اللي هي حقيقة بتحسي أنه صارت صعبة علينا وحتى بتأهرنا هي تخفيف من هجرة العقول يلي نحنا حم نشوفها يوميا أنه الطلب السفر أو هجرة هاي العقول فكرمال هيك نحنا حلكم في عنا فعاليات كتير قادمة بكل القطاعات من نوع الاستثمارية هنكون بكل مجال محليا ومن ثم هنكون دوليا أكيد طيب دكتورة فاطن خلينا نحكي أكتر اليوم كمان عن مجال إعادة الأعمار وكيف رح يكون دور المركز بهذا المجال نحنا لدينا برنامج واضح له مقاييس اقتصادية كتير ديئة حنشتغل بهذا البرنامج أنه نحنا أول شيء ما ناخد منح مادية خارجية تمام النقطة الثانية كمان ما حط أعباء على الخزينة أعباء مادية على الخزينة نحنا حنشتغل على التعاوم مع مقاولين سوريين حنشتغل مع مطورين عقاريين هذه النقطة الأساسية بأن تصل إلى الصيغة أن تشتغلي على إعادة سوريا وإعادة استثمارها ذاتيا هذا التمويل الذاتي الذي تشتغلي حنشتغل على وضع آليات ووضع دراسات بأيدي لكل الشخص يريد أن يشتغل بمقاييس أو حتى ببرامج نقول عليها جدا دقيقة بوضع أنه اقتصادي أنه الكل يكون ربحان وبنفس الوقت الشيء ذاتي ما كان عندي تكليف أعباء أكثر ما نحن عنا أعباء بإعادة الأمر يعني اليوم دكتورة بظل الظروف المالية الخانقة اللي عام نعيشها نتيجة العقوبات الكثير كبيرة على سوريا وآخرة كان ما يسمى قانون قيسان هذا المركز كيف يقدر يحاول أو يقدر يساهم بمساعدة المجتمع السوري خلينا نحكي بما أنه نحكي على العديد من المجالات باستثمار أو مواجهة هاي العقوبات نحن عنا برنامجين خلينا نقول برنامجين حيتنفزوا إن شاء الله يعني خلال 2020 أول برنامج اللي هو حينفز المركز شيء اسمه تنمية الدفع الإلكتروني والحوالات الداخلية يعني نحن بهذا الخطبة أو هذا البرنامج تطلعي أنه أنت ما بقى صفح عندك الأجنبية هي مبأة الدول تمام معد موجودة ولا إيميل لها بالتداول الداخلي وبنفس الوقت أنت حافظت على الكتلة النقدية الموجودة بالبلاد أما بالنسبة للبرنامج الثاني اللي أنا بدي نحكي فيه وهي عبارة عن الأستثمار البشري وإستثمار الموارد البشرية بقصد فيه إستثمار العقول نحن نتوجه للشباب هذا البرنامج نحن نتوجه للشباب هنبحث بآراءه هنسمع له هنشوف شو عنده الرؤية بحلول بكافة الأراضي السورية تمام يلي هو نحن بشهر الثامن إن شاء الله تحديدا هنطلق شيء اسمه مصابقة الجمهورية لأفضل المبادرات والحلول الاقتصادية لكل القطاعات هيتكون هاي أول مبادرة وأول مسابقة من ضمن برنامج وخارطة نحن موجودة عنا بالمركز وهنا عبر المنبر منبركم أنا بيدعي لقادة الاقتصاديين كلياتهم يكونوا يشتغلون وهي الدعم للشباب لأن نحن بحاجة لدعم الشباب فنحن بداية هادول هيكون في عنا ونحن هلأ صار فيه الأرقام المركز اللي يحب يتواصل معنا بالنسبة للموضوع اللي بده يستثمر أو بده يدعمها هاي المبادرات نعم يعني دائماً المشاريع اللي موجودة أو المبادرات الشبابية عم بتكون مفيدة وبحاجة لهاي الرعاية ولهيك بدي أسألك اليوم تنمية الفكر الاستثماري قد مهمة وقد ممكن تكون مفيدة بالخروج من أزمات اقتصادية واجتماعية لهيك نحكي عن آلية تنمية الفكر الاستثماري هلأ نحن يعني نحن تحسي في عندي افتقار يعني القطاعات الإدارية سوف يحن عنده افتقار بموضوع شو هي الحلول الإدارية نحن شو بدنا أو بدنا حل إدارية بدنا أمور إدارية حياتاً نحن صار عندنا ضغط يعني خلال الحرب كل ياتا يعني صار في عندي ضغط لقوانين الجائرة اللي على سوريا وعلى شعب سوريا هذا كل ياتا سبب لنا الضغط الكبير فنحن الفكرة الأساسية أنه أنا بدي اشتغل على تنمية هذا الفكر الاستثماري أنه أنا لاقي حلول تمام وبنفس الوقت اشتغل على إدارة صحيحة ولكل القطاعات نحن ده ما شو بيكون عندنا بيكون عندك فكرة تمام ولكن هاي الفكرة إذا كانت هاي الفكرة بلا جدوى اقتصادية أول نقطة وبلا نفس الوقت خارطة وآلية تنفيذ شو هتكون هاي الفكرة بدأ حدا يوجه هاي الفكرة هتكون معدومة هتموت الفكرة يعني في كثير عنا أفكار لشباب بيقلوا لك اقتراحات وآراء ومبادرات ولكن إذا ما كان في عندك جدوى حقيقة حقيقة اقتصادية آلية تنفيذ أنه ما به المهم أعطيك المادة أنا بدي ساعدك لوظفها لأستثمارة بالطريقة الصحيحة فهذا الفكر تنمية الفكر الاستثماري وما قد أنت تبني صح حتى للإنسان أنه تعطيه الفكر الاستثماري بأي مشروع بأي قصة ما تكون عندك هذا الفكر فأنت قادرة أول شيء أنه أنت تساعد أكتر مية بالمية فإجراء المركز نحنا شو هنشتغل بالمركز أنا بالنسبة لهذا المركز هنشتغل على تبني كل الأفكار وحنتبني كمان كل المبادرات الشباب وبنفس الوقت الحلول اللي حقدمونا هنعمل مثل النوع مثل جدولة جدولة اقتصادية اللي هي منشتغل على أنه وضع مكتبة كل واحد فيديك حل موجودة بهذه المكتبة وضع استراتيجيات وآليات فنحنا الباب أو المركز هو عملي تطبيئي يعني مثل نحنا بالتدريب شلون نحنا ندرب وبعدين انتهي بالتدريب التنفيذ أنا ما بدي بس خارطة لأنا بدي اشتغل على آلية التنفيذ يعني دكتورة قبل شوية ذكرت أنه بيقدروا يتواصلوا معكم خلينا بما أنه اليوم عم نطلق عبر حضرتك عن هذا الموضوع عم نحكي عنه كيف آلية التواصل كيف الشباب السوري يعني عن جد في العديد من الأشخاص المتميزين وعندهم الأفكار الإبداعية الكتير كبيرة بيقدروا أنه هنا يتواصلوا على التواصل الاجتماعي في أرقام اللي هلأ أنتو أي شخص صلى على عبر من بركن هذا بيتواصل معنا أنا عطيت الأرقام للأعداد فهو بيقدر يأخذ أرقام المركز بيقدر يأخذ الإيميل بيتواصل معنا الإطلاق هيكون تحديدا بالشهر الثامن لأول مسابقة لمسابقة الجمهورية لأفضل مبادلات والحلول الاقتصادية حنشتغل على يعني بدنا نحنا أنا وياكي وحضرتك بدنا نحنا نعمر يزا إن نحنا ما كنا بهذا البوق الإيجابي وهذا البوق الاستثماري نحنا منظلنا منقول حاسين بعجز وهي الفكرة العجز نحنا لدينا قدرات وإمكانيات ولكن بدنا استثمار صح وهذا يلي حاجت فكرة المركز فيه أكيد يعني معلومات مهمة اليوم أخذناها من حضرتك عن هذا المركز أكيد ستنزل مرفقة إلى جانب الفقرة على مواقع التواصل الاجتماعي للإخبارية السورية نشكر وزودك معنا شكرا كثير أهلا وسهلا شكرا لكم وإن شاء الله نشوفكم بالمسابقة والمبادرة الأولى شكرا لك دكتورة فاتة نظام أمين سير مركز تنمية الاستثمارات إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وكل الشباب ندعيهم أنه هن يكونوا على انتظار المبادرة الأولى اللي ستقوموا فيها بشهر 8 لحتى يقدموا أفكرهم شكرا إليك إسلام